بسم الله في الفيديو ده حنتكلم عن نموذج استرشاد الاختبارات التراقي هذا طبعا هيكون خاص بالمعلمين اللي بيشغلوا الوظائف الاتية اللي هو معلم اول الف ومعلم خبير عشان نتقن او نقدر نعرف ايه المحاور اللي بيسأل عنها ممكن ناخد العناوين دي ونعمل عنها سيرش او بحس على الانترنت مهارات التقطيط الاستراتيجي مهارات القيادة والاشراف التربوي وغيرها من المهارات ممكن ناخد اي مهارة من دول اللي قدامنا دلوقتي ونتعمق فيهم لو عايزين الاتقان الكامل لو بحسنا عن رؤوس الموضوعات دي واخدنا فكرة عنها هنعرف هو بيسألنا في ايه نبدأ في الاسئلة من اهم مستويات الوعي المعلوماتي الذي يجب ان يتسم بها المعلمون في عصر الصورة الصناعية الرابعة هو الوعي طبعا انا طريق حل الاسئلة في الامتحان انا هبقى محتاج الماوس بس مهارة استخدام الماوس واضغط كليك على الاجابة الصحيحة مفيش مهارات كمبيوتر عالية انا محتاجها لكن يا دوب امسك الماوس واختار الاجابة الصحيحة بكليك عليها طيب هنا برضو لو عملت بحسة عن الموضوعات دي لازم اعرف يعني ايه الصورة الصناعية الرابعة الصورة الصناعية الاولى كانت باختراع الالة البخارية التانية باختراع الكهرباء التالتة باختراع الانترنت طيب الرابعة اللي احنا فيها اللي هي ايمة على التالتة هي استخدام الزكاء الاصطناعي والروبوتات طبعا تكنولوجيا النانو وغيره من التكنولوجيا الحديثة جدا اللي هي في الاساس مؤتمد على الانترنت الوعي هنا التقني والبحسي والرقمي دي مهارات مطلوبة للمعلم اللي موجود في عصر الصورة الصناعية الرابعة السؤال التاني من فوائد المنهج متعدد التخصصات المنهج متعدد التخصصات السؤال ده بيكلمني عن فوائده من التأكيد على المعرفة الى التأكيد على المهارات الموضوع بنتنقل ان احنا يكون عندنا معارف وبعد المعرف نستخدمها في تنمية مهاراتنا بعد كده من المنهج العلمي الواسع الى الفهم العميق بيكون في منهج علمي المنهج علمي ده بيكون بيتسم بالثقافة والتعدد يعني بيكون بيخلي الشخص مثقف وعنده معلومات عديدة جدا وكمان بيكون عنده فهم عميق مش مجرد تشوشات وعناصر بعيدة لكن يقدر يركز في النهاية ويفهم بعمق من التعليم التلقيني الى التعليم القائم على نشاط المتعلم دايما بنقول التعليم القائم او المعزز بالتكنولوجيا المتعلم هو المحور الاساسي بنقول التعليم المتمحور حول المتعلم نفسه المتعلم نفسه مش بيكون خامل او متلقي للمعلومة لكنه بيكون باحث بيبحث عن المعلومة باستخدام التقنية الحديثة وبيقدر يوصل للمعلومة ويقدر يمحصها فكذلك بيكون بيستخدم مساليب التعلم الذاتي كل ما ذكر طبعا هو الصحيح من فوائد المنهج متعدد التقصصات السؤال الثالث بيقول يعد القدرة على اصار التفكير المتدربين بشكل مستمر من مهارات المدرب في مجال ايه؟ المدرب لازم يكون عنده مهارات عديدة زي مهارات معرفية ومهارات علمية ومهارات التواصل والاتصال مهارات التواصل والاتصال بيقدر يتفاعل مع الآخرين ويقدر يسير فيهم حب التعلم ويفضلوا دايما يقزين ومتحمسين ومنتبهين معاه له عنده مهارة الاتصال والتواصل بغض النظر عن اهمية المعارف اللي لازم تكون عند المتدرب لكن ازاي يقدر يوصلها دي ميزة مهمة جدا يسهم المنهج متعدد التقصصات في اكساب التلاميذ المهارات الاساسية ما عدا طبعا المنهج متعدد التقصصات بيخل الطلاب يقدر يشاركوا في محادثات جماعية ويقدر يكون عندهم الجرأة واللباقة انهم يقدروا الثقة بالنفس طبعا يقدروا يدخلوا في محادثات جماعية وبرضو يتبعوا قواعد للنقاش متفق عليها بنحدد قواعد عشان ما يبقاش النقاش فوضوي عدم طرح الاسئلة التي توضح جوانب سوء الفهم للموضوع لا ده انا بنمي فيهم طرح الاسئلة والاسئلة دي اللي تكون بتكون استفهمية برضو تكون فصول بالموضوع مش لمجرد المؤطعة لكن عشان اقدر اتبين اذا كان فيه سوء فهم طبعا عدم طرح ده جواب خاطئ تأييد اراء الاخرين في النقاش برضو لما يكون فيه نقاش لازم يكون عندي يعني حاجة اسمها الاستماع الناشط او الجيد او الفعال الاستماع او الانصاط الجيد بيخلي الشخص ينتبه للشخص الاخر المتحدث اليه او الطرف الاخر بيكلمه ويهتم بكلامه لان ده ممكن يزيل نقاط الخلاف ويخلينا نقدر نتواصل اتصال جيد وما نقطاش بعضه ونسمع بعض اللي عننا في النهاية نوصل لتفاهم اذا الانصاط الجيد من العلامته ان انا انتبه للشخص وهو بيتكلم مش افضل مثلا عساب المثال مش مركز معاه وما بصروش وامسك الموبايل ولعب فيه وهكذا طبعا ده بيكون خطأ تأييد برضو الاراء مش اقاطه توزيع المتعلمين في مستوىات مختلفة حسب مستوى تحصلهم من اهداف التقييم انا عندي تقييم قابلي بنائي او تقويم قابلي بنائي تشخيصي ختامي انواع ده من التقويمات القابلي قبل مبدأ في شرح المادة العلمية بتاعتي ممكن عايز اقسم الناس لمجموعات بحسب مستوىهم فبعمل لهم اختبار قابلي طب الاختبار البنائي او التكويني اسناء شغلي لازم اتابع واشوف كل نقطة انا وصلتها هل وصلت ولا لا فهنا التقييم البنائي او التكويني التشخيصي عشان اعرف نقاط الضعف والقوة واكد على مهارات عندي او ابدأ اعدل من اسلوبي بعمل اختبار تشخيصي برضو بيكون بعد البنائي الختامي ده الاختبارات النهائية اللي على اساسها ممكن انقل المتدربين من مرحلة المرحلة او من صف لاخر ده كل انواع التقويمات اللي راجب المعلم يكون عنده فكرة عنها اذا عشان اقسم التلاميذ او المتدربين في مجموعات لازم اعمل لهم اختبار قبلي يتم التواصل الالكتروني متزامن بين الاداريين والمدير او بين اي حد كلمة المتزامن هنا مهمة جدا متزامن يعني في نفس الزمن يعني اني اني يعني في نفس الوقت البرد الالكتروني وسيلة جميلة للتواصل بوسط الالكتروني اللي هو البرد الالكتروني زي زي مواقع التواصل الاجتماعي زي زي البرد الصوت والمواقع التعليمية وحاجات كتير جدا لكن احنا بنتكلم هنا عن المتزامن في نفس الوقت بيكون الفيديو كونفرنس او حتى الرسالة الفورية اللي هو الشات المباشر لازم يكون الشخص متوجد في نفس اللحظة اذا الفيديو كونفرنس يبقى اتسم بالتزامن او الآنية عندما تشارك مجموعة من المعلمين في مشكلة واحدة يستخدم الارشاد في حاجة اسمها الارشاد الجماعي الارشاد الجماعي بيكون في مشكلة معينة المشكلة دي عند عديد من الناس بيعودوا مع بعض وينبدأ كل واحد يتكلم عن مشكلته بيئة رياحية كاملة لان كل اللي قاعدين من اقرانه عندهم نفس المشكلة وكل واحد هيعبر بطريقته ويقترح حلول بطريقته فبيكون هنا في ارشاد جماعي تشير الكفايات كلمة الكفايات الكفاية يعني الامور الضرورية اللي لازم يكتفي بيها او يتعلمها هنا الموجه الطربوي واستعاداتهم فيه كفايات او مهارات معانية ممكن تكون فيها بعد معرفي بعد مهاري بعد وجداني معرفي من المعارف المهاري من المهارات الوجداني من المشاعر والاحاسيس والسلوكيات الانسانية هنا الكفايات او اي نوع من المعارف دي او الكفايات دي اللي بتشير الى اراء الموجه التربوي استعداداته وميوله واتجاهاته الاراء والاستعدادات والميول والاتجاهات دي كفايات وجدانية مش معرفية ولا مهارية بتأثر على اداؤه في العمل زي طباعه هل هو عصبي هل هو متعصب متساهل كلام ده كله بيأثر على ميوله والاتجاهات والصفات الشخصية دي او الكفايات دي اللي يجب طبعا تنميتها تعد تنمية التفكير الناقد للمعلمين ومساعدتهم على اكسابها للطلاب من كفايات التوجيه التربوي الكفايات برضو او المهارات اللازمة للتوجيه التربوي منها التفكير الناقد يعني التفكير الناقد التفكير النقدي او التقييم النقدي انا هعطي مثال الانترنت مليان بمعارف ومعلومات مهمة جدا لكن السؤال هل كل المعلومات المتواجدة على الانترنت صحيحة بتأكيد لا فازاي اقدر اميز بين الاخبار الزائفة والاشعات والمعلومات الصحيحة على سبيل المثال في معايير معينة هل الموقع ده موصوق ولا لا هل الجهة اللي بتتحدث هل هي جهة رسمية ولا شخص بيروج اشعات هل في حداسة للمعلومات دي المعلومات قديمة ولا حديثة هل في مراجعة الشخص بيانات الاعتماد للمؤلف لو في كتاب هل المؤلف مين هو الكتاب ده تم مراجعته ولا لا طبعا كل ده تفكير ناقد ممكن نستخدمه طبعا وبنهتم للمنهج وطرق التدريس للمصادر المحتوى التعليمي يعني ازاي قيم المحتوى المقيمش هنا اشخاص لكن بقيم المحتوى التعليم من مراحل نشأة وتطور الادارة بالاهداف والنتائج في طريقة جديدة للادارة اسمها الادارة بالاهداف والنتائج بساطة بحدد الاهداف وبعدما أحدد الاهداف أحط قطة لتنفذها وبعدما أحط قطة لتنفذها بنفذها وبعدما بنفذها بقيمها دي مراحل طبعا بسألني من المراحل بقوله تحديد الاهداف والمعايير وليتعتبر اول مرحلة من مراحل الادارة بالاهداف والنتائج صورة المستقبل او الحلم الذي يتمنى القائمون على المؤسسة التعليمية تحقيقه دايما بنشوف كلمة الرؤية والرسالة معنى الرؤية هي المستقبل او الحلم اللي احنا عايزينه قد يكون ده واقعي او غير واقعي بحلم ان المؤسسة تكون افضل مؤسسة في العالم ده حلم ممكن يكون خيال كمان لكن ما فيش مشكلة في الرؤية الرسالة هي اللي بتبلور الحلم ده وبتحدده وبنقدر ننفذه اذا بعض الرؤية بنعمل الرسالة عشان نوصل ليه الهدف بتاعنا تمثل المرحلة الاخيرة من مراحل التقطيط الستراتيجي مراحل التقطيط الستراتيجي لازم نكون عارفينها بالترتيب اول حاجة التحليل اللي بحلل اللي بقى بعد كلا بصيغ الخطة وبنفذها وفي النهاية بعمل لها تقويم ده المراحل بتاعتنا يبقى المرحلة الاخيرة هي التقويم يستمد القائد سلطاته من هل من سماته الشخصية لا طبعا حكم وظفته طبعا ده بيكون قائد مش مثالي اللي بيستمده بحكم وظفته بس بيكون متسلط لكن من احترام وقبول الاخرين لو عارف القائد ان سلطته دي بيقدر يخودها ويقدر يمارسها عن طريق احترام وقبول الاخرين فبيحصل هنا طاعة واخلاص في العمل يزيد الابداع من خلال طرق الابداع من خلال جلسات العصف الزهني العصف الزهنة جاء من العصفة عصفة يعني فيه افكار عديدة جدا وجاء من اتجاهات غريبة وعديدة على سبيل المثال لما نعطي اي يعني ظاهرة ونحاول نفسرها كل شخص بيعطي تفسير قد يكون تفسير مختلف جدا من وجهة نظره وقد يكون خاطئ فبنقبل كل ده بنقبل كم كبير جدا من التفسيرات وبعد كده نبدأ نرتبهم وين استسني الغير معقول او الغير صحية ونبدأ نوصل في النهاية دي مجموعة عظيمة من الافكار بفضل جلسات العصف الزهني اما المناقشات الموجهة بتكون محددة بنكون حطين اطور معينة وبنتكلم فيها ومش بنخرج عنها مش زال عصف الزهني خالص مراقبة معايير ومعاشرات الاداء من خطوات طبعا المتابعة والتقويم انا عشان اتابع واقوم مؤسسة او منشأة بعمل معايير معينة عشان اشوف هل انا اتقدمت ولا لا النوع التاني من الاسئلة ضاع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطر امام الخطوة مساء تطبيق الزكاء الاصطناعي قائد المدرسة على تحقيق جودة مرتفعة في اساليب قيادة المدرسة طبعا الزكاء الاصطناعي تقنيات حديثة جدا ونقدر نستخدمها في تحقيق الجودة في اساليب قيادة المدرسة وفي التعليم نفسه طبعا ده كلام صحيح يتطلب التحول الرقمي للمنهج انا عندي المنهج في الصورة العادية الكتاب يعني عايز احوله الرقمي رقمي ممكن يبقى كتاب نص وممكن يبقى كتاب منطوق وممكن يبقى فيديوز اللي احنا بنشوفه دلوقتي فطبعا المعلم بيستخدم انشطة الالكترونية متعددة عشان يحقق نواتج التعلم ده كلام صحيح اساليب تقويم نواتج التعليم المستهدفة هي مكون مستقل عن مكونات المنهج الدراسي لا دايما التقويم ضمن المنهج على طول احنا قلنا فيه تقويم وبنائي وتشخيصي وختامي لن يكون مع المنهج خطوة بخطوة مش هيكون مستقل عن المنهج يساعد التعزيز المتعلم على تقدير ذاته وزيارة شعوره بالنجاح طبعا الطاقة الايجابية اللي بنعطيها للناس والسناء على اعمالهم ده بيدفعهم اكتر لاهتمام بعملهم وانهم يصبحوا قادرين على الانتاج اكتر بدل احبطهم طبعا يبقى التعزيز شيء مهم جدا التقييم عملية سابقة للقياس ولاحقة للتقويم انا عندي حاجة اسمها القياس قياس يعني شخص جاي بدرجة 20 مثلا في العلوم فقص الدرجة بتاعته لكن ما فهمتش هل هو كويس كده ولا لا بعمل بعد كده التقييم التقييم يعني بشوف الدرجة دي بالنسبة للدرجة النجاح اللي هي معقولة ولا قليلة او اقيمه بالمقاردة باقران واشوف هل هو جايب ترتيب هل هو الاول هل هو افضلهم هل هو في مرحلة متنينية بالمقاردة بزميله ده اسمه تقييم بعد كده التقويم التقويم ان احط خطة واعالج الموضوع ده واشوف واوجه طبعا الى تطوير من مستوى الطالب اللي عندي اذا اول خطوة هي القياس لها التقييم وفي النهاية التقويم باية الاسئلة تعد الدروس النموذجية احد اساليب التوجيه التربوي الجماعية التي تطورت خلال السنوات الاخيرة فعلا الدروس النموذجية شيء مهم جدا واتطور في خلال السنين الاخيرة معنى درس نموذجي مش بيكون عشوائي بيكون معمول بدراسة وبخطة بيكون محدد نواتج التعلم محدد الوقت والزمن محدد الاساليب الادوات اللي هستخدمها والوسائل وغيره طبعا بقدر اعمل ده الموجه بيعمل ده حتى امام المعلم فبيعتبر لو شرح الموجه درس نموذجي امام المعلم بيكون قدوة له وبيحاول يقلده في طريقة جميلة جدا للتوجيه من اهداف الزيارة الصفية ملاحظة الموقف التعليم والفعاليات التربوية بالصورة طبعية عشان اقيم والاحظ واتابع اداء معلم معين من احدى الطرق ان انا اعمل زيارة كموجه يعني او كمتابع للصفة عشان اشوف في الواقع المدرس ده بيشتغل ازاي وايه الامكانات اللي بيستخدمها وايه الوسائل اللي بيستعملها وهكذا ده بيكون على الواقع او على الارض اشرفوا توجيه عملية احداث تحسينات في التعليم والتعلم من خلال العمل مع الاشخاص الذين يعملون ويتعملون مع التلاميذ غلط لان الاشرف والتوجيه عملية احداث تحسينات في التعليم والتعلم من خلال العمل مع اشخاص اللي بيتعاملوا والاداريين كمان والمدرين وكله والشرط اللي بتعمل مع التلاميذ فقط يعبر مفهوم اخلاقيات العمل عن مجموعة من المعايير الأخلاقية المثالية التي يصعب الالتزام بها لكل مهنة أو وظيفة هل الأخلاقيات المهنة بتكون مثالية ويصعب الالتزام بها لا طبعا دي أخلاقيات عادية جدا ممكن مع تكرارها تصبح عادات فينا زي الالتزام بموعيد العمل زي إتقان العمل زي عدم التزمر والشكوى الدائمة والتزرع ولكن الأخلاقيات العمل إن الإنسان ينتج وبيحس بارتياح هو بيشتغل مش حاسي نعيب نفسه عليه طبعا نقدر نوصل لده مع التدريب ومع التكرار ويصبح أخلاقيات فينا لكنها مش زي يقول مثالية وصعبة تحقيقها لكن سهل جدا تحقيقها يجب أن تكون الأنشطة المستخدمة أثناء التدريب مرتكزة على نشاط المدرب بدلا من ارتكازها على نشاط المتدربين ده طبعا خطأ احنا بنقول التعليم المعزز بالتكنولوجيا في الغالب بيرتكز حول المتعلم نفسه المتعلم نفسه بيكون لدور كبير جدا في البحث عن المعلومة وفي تطوير نفسه وفي التعلم الذاتي هو بيقوم بالأنشطة المدرب بيكون يدوب هو موجه ومرشد للعملية التعليمية لكن كلها بتقع على عاطق المتعلم نفسه وبنكسبه مهارة التعلم الذاتي اي حد بيتفرغ على الفيديو ده فهو عنده مهارة التعلم الذاتي ازاي قدر يوصل للفيديو ده من خلال بحثه على الانترنت او حتى من خلال ترشيح صديق ديه قدر يسمع الفيديو وطلع منه معلومة ازا المتعلم هنا هو محور العملية التعليمية بالكامل هو العملية التعليمية هنا تمحور تحوله وارتكز تحوله مش متعلم خامل ما بيبزلش اي نشاط ويتم تلقينه بالمعلومات الفيديو بتاعنا خلص لكن فيديوهاتنا على القناة لو اشتركنا فيها وفعلنا الجرس حيوصلنا كل جديد وانتابع بقية الشروحات